بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي في يديه الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاول فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاصئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها رجوبا للشياطين وأعتلنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما أنقي فيها فرن سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما لزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكد ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات السدوء ألا يعلم من خلق وهو النتيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلونا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشو أأمنتم من في السماء أن يحصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ونقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويغبط ويغبط ما يمسك ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينفركم من دول الرحمن إن الكافرون إلا في فروه أمن هذا الذي يرفقكم إن أنت كذب بل لجوا في عطب ونفقوا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على سراط المستقيم قل هو الذي أنشأكم واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ثلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم